الزميلنا فاروح صلاح واللقاء مع كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة بالنادي الأهلي المقصة والنفري مصر المقصة في تسع لقات بيستقبل سبع أدف النهاردة في مباراة بيستقبل أربع أدف مباراة كبيرة النهاردة من فاري النادي الأهلي يعني الحمد لله طبعا للقلشيري توقيتها كمان مهمة بالنسبة لنا توقيتها أن أنت جايب عد كاسر العالم الأندية ثم مباراة الهلال السوداني في دور المجموعات الدور الأبطال الأفراقية وقبل مباراة سانداونز فتوقيتها طبعا مهمة جدا يعني كمان إحنا يعني مجموعة من اللعيبة فضل بيتس ومسواني أنهما يديهم مراحة النهاردة استعدادا لمباراة سانداونز كل ده كان في الحساب مش عايزين لقد الله حد يتعور عايزين ندي فرص لناس عايزين ترايح ناس عايز برضو تكسب يعني الأمور بالنسبة لك كلها في إطار إيجابي يعني كابتن سيد مباراة اليوم في بعض النقاط والمكاسب المتعددة عودة محمد الشناوي ميكسوني النهاردة وأول هدفين ليف مع النادي الأهلي كريم فؤاب يظهر في مركز الزهير الأيمن مع محمود وحيد وعودة حسام حسن النهاردة مكاسب كتير متعددة في ظل أن أنا عند الغيابات الكتير جدا نحافظ على الأداء والنتيجة أمر يحصل بيكم كجاسبا برضو كتهديف وزياد بيظهر في الصورة كتهديف ومحمد محمود بياخده ده ومحمود وحيد فده وضع طبيعي يعني أنت بتلعب بموسم طويل جدا فأكيد هتحتاج كل اللعيب والواحد مقتنب تماما أنه النهاردة فيه لعيب موجود بكرة هتحتاج التاني فكل يبقى عنده على الاستعداد ده وكل يبقى عنده الرؤية دي فأي وقت هيلعبها الحمد لله يعني خلينا نقفل لأن احنا كمان عندنا مباراة مهمة جدا مع سانداونز هنستعدلها بدري شوية هنخش مع اسكر يوم الخميس إن شاء الله هي مباراة في منتهى الأهمية بالنسبة لنا لأن هي كمان المفروض في الحسابات أن هي تبقى المباراة الثالثة لكن هي فعليا أن المباراة الثانية كمشاركة يعني لأن المباراة المباراة هتبقى بعدها عندنا سانداونز ثم المريخ سانداونز مريخ عندك أربع لقاءات في منتهى الأهمية إن شاء الله رحمة بإذن الله يكون ربنا موفقنا فيهم ونكون بإذن الله عند حسن الظن ونقدر أن نحن على عدد من النقاط فيهم بإذن الله عايزة روح لنقطة مهمة ولحظناها في الفترة الأخيرة كابتن سيد اللعيبة اللي بتبقى مش ما بتشارك في صفحة مستمرة ومن على مقاعد البودلاء وينزل أرض الملعب بيبقى فيه شق الإعداد النفسي والإعداد البدني ودور قط اللبس المسافة ما بينه ما بين اللعب الملعب بتبقى قريبة جدا ده أمر يرجع لكم كابتن سيد عب حفيز والجهاز الفني في النادلين في المحافظة على قط اللبس والإعداد النفس اللعيب في الآخر أنت بتتكلم دلوقتي على علم مفتوح على بعضه أنت الناس بتشوف أعظم لعبة العالم بتوع ده حتواتي عادي جدا المهم لما بيبقى الكوتش بيحتاجهم أو بيستعين بهم يكون على الاستعداد ده يعني مهم جدا أن أنت تبقى عارف أن أنت أكتر واحد هتخدم نفسك مهم أن أتكلم معاك وكويس أن أشجعك وكويس أن أخليك عندك دوافع كويسة لكن أنت كمان اللهم أنت عندك الاستعداد أو لا بتلعب في نادي زي النادي الأهلي بتلعب في نادي أكبر نادي في أفريقيا أكبر نادي في العرب أكبر نادي في مصر طبيعي جدا أن أنت لما هتأخد هيبقى فيه تقييم لك تقييم ده إما صلحك إما مش صلحك فلو صلحك يبقى فيه استمرارية فمهم جدا أن أنت عندك المفهوم ده يعني خلينا زي ما قلت لك يعني مباراة مصر مقصخة انتهت بكرا إن شاء رحمن عندنا تمرين بدري يوم الخمسة يبقى عندنا معسكر إن شاء رحمن نستعد لمباراة صندوز بازل نهاردة جمهور للنادي الأهلي ومباراة صندوز جمهور النادي الأهلي بينادي أفراقيا أهلي هتاف جمهور مش هو اللي واخد البطولة في آخر نسختين وحضرتك كان ليك نقطة مهمة جدا وكامة بعد البورنزوية قلت الجمهور دايما سقفوا طموحوا اترافع مع النادي الأهلي وده دورنا والنادي الأهلي هل عودنا على كده إزاي هتتعاملوا مع النقطة ديها كابتن سيد بص يعني بطولة أفراقيا لها دوافع مختلفة السنة دي يعني أنت عندك حاجة ممكن تكتف للتاريخ للجلدة إن كثالت مرة تاخد البطولة المرة الثالثة على التوالي دي ما تحققتش خالص على مستوى أفراقيا في أي نادي أفراقي أنت كمان كان على مستوى النادي بتاعك محققتهش خالص حققنا السنائيات كذا مرة حققنا سنائيات في 2005 و2006 حققنا سنائيات 2012 و2013 حققنا سنائيات 2020 و2021 من يا ربي يعني يا ربي شرف لينا أنه نكون واحد من الناس اللي سعدت أو الجهاز أو اللعيبة يعني أنه يكتب تاريخ للنادي الأهلي أنه حقق سلسي لكن في النفس الوقت يعني أنا من الناس الواقعية جدا يعني مش ممكن هبص الخمسة وأنا لسه عندي واحد واثنين وتلاتة واربعة خلينا دايما نبص على المرحلة اللي أنت فيها عندنا رقم واحد الأول نعديه بشكل كويس وبعدين نبص على رقم اثنين وتلاتة واربعة بعد كده المباراة القادمة من سنداونز أبرز اللعبين اللي كانوا غابين النهاردة نقدر نقول ها يستعيدوا من دادة اللي عندنا عايزين نطمن على بارستها ومحمد عبد المنام أيمان أشرف المجموعة دي نسب مشاركتها أو فرصهم في المباراة بارستها وخلاص الحمد لله نزل كان ممكن يبقى موجود النهاردة لكن الجهاز الفني فضل أنه يريحه إن شاء الرحمن بنسبة تتعدل 95% موجود معنا إن شاء الرحمن في مباراة السنداونز يوم السبت إن شاء الرحمن أيمن أشرف ممكن أو ممكن لأ هنشوف الدنيا أيوة إن كانت الاتجاه يبقى صعب شوية شنا والحمد لله رجاء النهاردة خلاص يعني مجموعة كلها طاهر وأحمد عبد القادر ومعلول يعني برضو عنده جهات في عضلة السمانة فضلنا إن إحنا نريحه محمد عبد المعيم مفوش حاكل لكن برضو الرجل فضل إن هو ريحه الكل هيبقى موجود وجاهز إن شاء الرحمن كلمة أخيرة قولة الجمهوري النادي الأهلي أبل المورد سنداونز اللي أعتقد يعني هل صعبتها بتقل إنها في دور المجمعات مش الأدوار الأقصية بخلاف الأربع نهزع أو الأربع سنين اللي فاتوا أو النهاردة السنية تعتبر السنة الرابعة هي عادة يعني زي ما بتبدأ بتنهي عادة يعني لكن ممكن طبيعي سوريل ممكن يحصل لك شوية اختلاف شوية في بعض الأوقات يعني ممكن الناس تبدأ وحش قوي وتختم كويس قوي بس دي حالات بتبقى شازة شوية من وجهة نظر يعني البطولة بتبتدي من يوم ما بدأنا صحيح بتبقى أهميتها بتتدرج شوية أو بتتسعد شوية مع الأدوار لكن في النهاية أنت أخذ الموضوع من أول ولا لا نحن مركزين جداً وعندنا مجموعة صعبة مش سهلة خالص يعني الهلال والمريخ وسنداونز زي ما قلت لك خلالي ناخدها واحدة واحدة عندنا مباراة يعني من وجهة نظر هي أهم مباراة في دور المجموعات المباراة اللي جاية يا رب بن شرح ما نكون التوفيق حاليفنا ونقدر نحن نحقق في ألف وسبس كابتن سيد والتوفيق كابتن أيمن ده كان لقنا مع الكابتن سيد عبد الحفيز قلام مهم جداً وتركيز مهم جداً وطبعاً للمباراة القادمة أمام فريق سنداونز طبعاً مباراة في غاية الأهمية لفريق الناد الأهلي نتمنى فيها كل التوفيق لفريق الناد الأهلي مبروك كابتن أيمن جديد تعود الكلمة لكابتن أيمن شاوي وضيوفه الكراء شكراً جزيلاً الزميل عزيز فاروق صلاح